أزمة المياه والتخوف من انخفاض منسوب نهر دجلة بسبب سد أليسو في تركيا قضايا جرت مناقشتها مع وزير الموارد المائية خلال استضافته داخل مجلس النواب الأحد في جلسة مفتوحة تشاورية لم يكتمل فيها النصاب القانوني حيث اقتصر الحضور على ستين نائبا فقط أعضاء في لجنة الزراعة والمياه النيابية أبدوا تحفظهم على إجابات الوزير مؤكدين أن إجراءات الوزارة لم ترتقي وحجم الأزمة سيد وزير الموارد المائية يتطرق إلى أنه في زيارة إلى تركيا مع سيد رئيس مجلس الوزراء تفاجأوا بأن تركيا سوف تبدأ بملئ سد أليسو وزارة الموارد المائية بها لجنة مختصة يعني العراقية التركية واللجنة العراقية السورية فإذا يتفاجؤون بأن تركيا سوف تبدأ بملئ سيد أليسو لعد شغل هذه اللجنة نحن كوزارة وأنا أقول أمام مثلي الشعب نعتز بأن وزارتنا لديها خارطة طريق للأمام لديها استراتيجية تعمل على تنفيذها حتى عام 2035 ونحن نعتقد بأن هذه الاستراتيجية هي كافية لتحويل أو لتكييف وضعنا المائي وزراعي والأمن الغذائي مع الواقع الجديد واقع الاحترار والاحتباس الحراري وواقع سيطرة الدول الجوار نواب عن اتلاف دولة القانون أكدوا أن حديث وزير الموارد المائية عن وجود تقدم في المباحثات مع تركيا حول حصة العراق المائية ووجود نية لأنقرى بتأجيل بناء السدود إلى حين حصول اتفاق دولي للأمن المائي هي حلول ليست بالسريعة للأزمة سيد الوزير يؤكد لدينا مساعي ومحاولات واتفاقات وزيارات إلى هذه الدول ولكن لحد الآن هذه الأمور لم تؤدي إلى السيطرة على مشكلة المياه فيما طالب نواب عن تحالف القوى العراقية وزارة الموارد المائية بضرورة إطلاع مجلس النواب على كامل تفاصيل أزمة المياه ووضع خطط استراتيجية بعيدة المدى تضمن معالجة فنية للمشكلة وضمان حصص العراق المائية أن يطلع مجلس النواب على سير هذه العمليات كذلك نتطلع إلى برامج وستراتيجيات مقبلة أهم من عدها هو أن توجد هناك اتفاقيات حقيقية تضمن للعراق حصته المائية وبالتالي لا يتأثر لا بالخلافات السياسية ولا بالبرامج الحكومية وزير الموارد المائية استبعد خلال حضوره إلى البرلمان أيضا حصول شحة للمياه خلال فصل الصيف المقبل محمود فؤاد الحرة بغداد